أفد مراسل الجزيرة مباشر بسماع دوي انفجار في منطقة الجريف شرقي الخرطوم مع استمرار تحليق طائرات وسماع أصوات مضادات أرضية وقال مراسلنا بأنه سمع أصوات انفجارات عنيفة وشاهد تصاعد أعمدة الدخان في سماء حي الوابرات في مدينة الخرطوم بحري وفي محيط القصر الجمهوري سمع دوي انفجارات عنيفة وأصوات أسلحة ثقيلة استخدمت في الاشتباكات يأتي هذا فيما استؤنفت حركة المواصلات الداخلية في الخرطوم استأنفت نشاطها بعد مرور أكثر من 20 يوما على المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ورصد مراسلنا حركة للسيارات العامة في ضحية الافتحاب بأم درمان غربي الخرطوم وفي الجريف شرق الخرطوم حيث تمكنت بعض الأسر من التنقل في أحياء العاصمة بعد توقف للحركة عدة أيام بسبب الاشتباكات لمزيد من التفاصيل حول الوضع الميداني ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم الزميل محمد عمر أهلا بك تفضل محمد نعم عدل اليوم الحادي والعشرين استمرت المواجهات العنيفة بين الطرفين تركزت اليوم بمنطقة بحري شمالية العاصمة حيث ومنذ الساعات الأولى للصباح كنا نشاهد الطيران الحربي التابع للجيش السوداني وهو يحلق بكثافة في مختلف أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم بما فيها الخرطوم بحري وبعد ذلك كنا نشاهد القصف من قبل هذه الطائرات على مواقع تمركز مقاتلي قوات الدعم السريع بمنطقة حلة حمد وكذلك الصبابي وحلة خوجلي وكافوري وشمبات وغيرها من المناطق التي يتمركز فيها مقاتلو الدعم السريع ببحر شمالية العاصمة أيضا من المناطق التي شهدت اشتباكات في هذا اليوم هو مركز العاصمة حيث القصر الرئاسي وكذلك القيادة العامة للجيش وعدد من الأحياء الشرقية العاصمة كحي بوري وهي من الأحياء المتاخمة للقيادة العامة للجيش حيث شهدت هذه المناطق اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها المدفعية الثقيلة وكذلك استخدمت فيها الأسلحة والرشاشات المتوسطة وكذلك الخفيفة مواجهات كنا نشاهدها كذلك بمنطقة السوق العربي في قلب العاصمة بشارع الجمهورية وشارع الجامعة وكذلك شارع السيد عبد الرحمن ومنطقة صينية القندول في قلب السوق العربي أيضا هذه المنطقة شهدت مواجهات عنيفة بين الطرفين أيضا المدفعية الثقيلة كذلك كنا نشاهدها من قبل الجيش السوداني وهي تطلق المدافع باتجاه عدد من المناطق ببحري خصوصا منطقة حلة حمد وهي المنطقة المقابلة للقصر الرئاسي وهي المنطقة التي يفصلها عن القصر الرئاسي النيل الأزرق حيث أن قوات الدعم السريع تتمركز هناك وتقول إنها تحمي وجودها في القصر الرئاسي بهذه القوة كذلك الموجودة بمنطقة حلة حمد المتاخمة لهذا النيل كذلك من المناطق التي شهدت اشتباكات في هذا اليوم هي منطقة الشرق النيل عدد من أحياء المنطقة كانت تسمع فيها دوي انفجارات عنيفة إزاء القصف من قبل الطائرات من نوع ميج وكذلك أنتنوف في هذه المناطق وكذلك كنا نستمع لأصوات المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع وهي تحاول التعامل مع هذه الطائرات طبعا طائرة من نوع أنتنوف هي من الطائرات التي تستخدم لمهمات الاستطلاع لكنها كذلك أحيانا ما تستخدم لمهام قتالية كرمي البراميل المتفجرة على الأهداف المتحركة كما تقول المصادر من الجيش السوداني كذلك الدعم السريع يذكر ويؤكد أنه ما زال يسيطر على المناطق الاستراتيجية كالقصر والمطار الدولي وكذلك الإذاع والتلفزيون الأمر كذلك الذي ينفيه الجيش ويتحدث عن أنه كذلك يسيطر على جميع هذه المقار السيادية بما فيها القيادة العامة والإذاع والتلفزيون وهو يبث رسائله عبرها هدأت الأمور كذلك بولاية شمال كردفان غربية السودان وهي تحديدا مدينة الأبيضة التي كانت أيضا أمس قد شهدت أحداث عنف بين الطرفين سقط على إثرها بحسب نقابة الأطباء 12 قتيلا بينهم 7 من الأطفال إذن اليوم المعارك عنيفة دارت بهذه المناطق وسط العاصمة كذلك منطقة بحري وأيضا بعض المناطق الشرقية العاصمة كمنطقة شرق النيل وغيرها محمد بتتبعك للأحداث على الأرض هل يمكن إذن القول بأن الاشتباكات منذ 21 يوما حتى الآن ما زالت تتركز في نفس المحاور الاستراتيجية أم أنها تمتد إلى مناطق أخرى هي ما زالت تتمركز وما زالت كذلك تحتدم في هذه المناطق الاستراتيجية لكنها تشهد أكثر احتداما في هذه الأيام وأكثر عنفا في ثلاث مناطق رئيسة وهي منطقة القصر الرئاسي حيث وسط الخرطوم بما فيها القيادة العامة وكذلك بعض المقار السيادية كمجلس الوزراء ووزارة المالية والداخلية والخارجية وغيرها من الوزارات منطقة بحري شمالية العاصمة وهذه منطقة يتمركز فيها مقاتلوء الدعم السريع بكثافة لذلك يقول الجيش السوداني إنه يريد إخراج ما يصفها بالميليشيا المتمردة من هذه المناطق المكتظة بالسكان أيضا منطقة شرق النيل وهي التي كذلك تشهد تمركزا لهذه القوات في عدد من النقاط يتعامل معها الجيش بالقصف من قبل الطائرات الحالية هناك استراتيجية باتة يتخذها الجيش نعم تفضل عذرا للمقاطعة محمد سوف نعود للحديث عن هذه الاستراتيجية ولكن أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل وزارة خارجية جنوب السودان تقول بأن الرئيس سيلفاكير أكد للبرهان وحمد في اتصال هاتفي على الحاجة للالتزام بوقف إطلاق النار وبدء المحادثات إذن محمد إذا كان لديك تفاصيل أكثر وبكل الأحوال يبدو بأن الجهود مزالت مستمرة من جميع الأطراف من أجل وقف القتال بالفعل وعد قبل لحظات فقط وزارة الخارجية الجنوب السودانية أصدرت هذا البيان وقالت في هذا البيان أن البرهان سيرسل ممثليه للتفاوض يوم الثامن من الشهر الجاري هذا ما جاء في البيان هذه المفاوضات التي قالت دولة جنوب السودان أنها تركز على وقف الحرب بين الطرفين وهي طبعا مبادرة أصلا وعد تقدمت بها الهيئة الحكومية إيقاد ووافق عليها الجيش السوداني لكننا لم نلحظ أي موافقة للدعم السريع على هذه المبادرة حتى هذه الهدنة التي وافق عليها الجيش من قبل إيقاد الدعم السريع اليوم تحدث عن هدنة وافق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية قبل قليل فقط بعض التقارير الصحفية أشارت ولم يتسنى لنا كذلك التأكد منها لكن نذكرها من باب أنها وردت في بعض المواقع المعروفة هنا في السودان ذكروا بأن الطرفان أقصد الدعم السريع والجيش وافقا كذلك على إرسال وفديهما إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بغرض التفاوض طبعا كان الجيش السوداني قد ذكر أن هذا التفاوض وهذه المبادرات سيتم التعامل معها في سياق الهدنة فقط لا غير وليس هناك تفاوض بحسب ما يقول الجيش مع ما يصفها بالميليشيا المتمردة ويتحدث عن خيار وحيد إما الاستسلام وإما كذلك القتال هذا ما يقوله الجيش وهذا أيضا ما ذكره وزير أو مبعوث مبعوث الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد الجيش السفير الدفع الله الحاج علي وهو الذي يتجول في عدد من الدول هذه الأيام اليوم من أثيوبيا وكذلك بالأمس كان من مصر أيضا تحدث عن أنه لا تفاوض مع الدعم السريع التفاوض سيكون غير مباشر فيما يتعلق بتطبيق الهدنة من الجوانب الإنسانية حتى الآن الدعم السريع يتحدث عن أنه لن يتفاوض آخر التصريحات التي استمعنا إليها من المسؤولين في الدعم السريع تحدثوا عن أنه لا تفاوض إلا بعد وقف الأعمال القتالية ووقف القصف ضد قواتهم فالآن هذه موافقة من قبل الجيش وسيرسل وفده لدولة جنوب السودان لهذه المبادرة وكما ذكرت لك هناك تقارير صحفية تحدثت لكن ليست أي بيانات رسمية لأطرفين تؤكد أو تنفي هذه التقارير الصحفية المتعلقة بإرسال وفدين إلى جدة على العموم يبدو أن هناك ضغوطات من قبل الأطراف الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية وبيان بايدن بالأمس وكذلك هناك ضغوطات إقليمية من قبل الاتحاد الإفريقي وكذلك الجامعة العربية وكذلك الهيئة الحكومية إيجاد لوقف الحرب التي يدعو السودانيون هنا لضرورة أن تدع أوزارها وأن يجنح الطرفان للسلم لأنها قضت على الأخضر واليابس نعم ورسيلنا محمد عمر شكرا جزيلا لك حدثتنا من الخرطوم تنضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم عبلة كرار القيادية بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أهلا وسهلا بك سيد عبلة إذن المعلومات تتحدث على أن الضغوطات فلحت في إقناع الطرفين على إرسال وفدين إلى جنوب السودان أو إلى جدة في السعودية ما رأيك؟ مصدر عليك والرحمة والمغفرة لجميع الشهداء من جراء هذه الحرب المعينة فقط أن التعدد المبادرات هو في حد ذاته من الممكن أن يربك المشهد الراهن الآن في السودان ولكن في نفس الوقت نحن نصمم جداً على اهتمام الدولي والمساعي الحثيثة لإيجاد مخرج وإيجاد جواب أن يكون هناك وقف أولاً للأعمال العدائية وقف للحق ومن ثم الوصول لمرحلة التفاوض هذا أمر نحن ندعمه تماماً ووجهتنا تتفق تماماً مع هذا التوجه ولكن عبر التوحيد المبادرات والعمل على مسار واحد التعدد المبادرات هو أمر غير غريب على الراهن السوداني بعد انقلاق 25 أكتوبر ومباشرة كان هناك العديد من المبادرات في الفترة الأولى ولكن جميعها توحدت عبر الآلية الثلاثية والرباعية ومن ثم كان هناك أمل في الوصول باتفاق سياسي يخرج البلاد من المعدة ولكن للأسف الشديد ولكن اليوم سيد عبلا كرار هدف سيد عبلا إذائيات بين الطرفين لكن الوضع اليوم مختلف من مصرحة الوصول لاتفاق حول إنهاء هذه الحرب توحيد المبادرات والمبادرة الإيجادة والمبادرة الأمريكية السعودية لتكون مبادرة دولية مبادرة تستطيع أن تقنع الطرفين بالجلوس لطاول التفاوض أرجو أن تبقي معي سيد عبلا كرار ينضم إلينا عبر الإنترنت من جوبا ستيفن لوال نقور وهو عضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالبرلمان القومي بدولة جنوب السودان أهلا وسهلا بك سيد ستيفن في البداية نريد منك معلومات أكثر حول العاجل الذي ورد قبل قليل على أن الرئيس سيلفاكير أكد للبرهان وحميتي في اتصال مع طرفين على الحاجة للالتزام بوقف اطلاق النار وبدء المحادثات شكرا لكم في قناة الجزيرة أعود أن أؤكد بالفعل فقامة الرئيس اتصل على كل من الطرفين وذلك في إطار الالتزام بعملية وقت اطلاق النار وهذا ليس لأول مرة فقامة الرئيس منذ بداية هذه الأزمة ينهمك في عملية الاتصال من أجل وقت اطلاق النار هناك خطوات هناك تطورات جديدة طرعت في العرض أستطيع أن أؤكد لك أن الأطراف في السودان قد وافقوا على مبادرة فقامة رئيس الدين بوريا سيلفاكير مياردي الذي تضي إلى أن تكون هناك وقف اطلاق النار لمدة سبعة أيام وأيضا أن تكون هناك تسمية لمبسلي الطرفين حتى تساعد في عملية المحادثات المزنعة نحن في جنوب السودان نعيه تماما أن السودان لا يتحمل مزيدا من إلاقة الاتماع لا بد أن تكون هناك وقت شامل لإطلاق النار لا بد أن تكون هناك عودة للجيش لسكاناتها لا بد أن تكون هناك فرصة لعملية سياسية يعني يمهج لعملية انتقال سلس ويخلف لحكومة يتوافق عليها شعب السودان الشقيق نعم نستطيع أن نؤكد أن فقامة الرئيس سيلفاكير ما يارديد تواصل مع الأطراف في السودان وهناك نتائج إيجابية تساعد في عملية التواصل في هذه المنطقة العجلة سيد ستيفن قمت طاولة حوار تصدي إلى اتفاق إن شاء الله في الخريب العاجل سيد ستيفن هذا هو ليس الاتصال الأول من الرئيس سيلفاكير مع أطراف الصراع أنت ذكرت ذلك أنه عدد من الاتصالات جارت بين أطرافين اليوم في اتصال الحالي ما هو الذي اختلف عن الاتصالات السابقة وكذلك ماذا بالنسبة لردود أطرافين الجديد في هذه الاتصال هو التزام رئيس نجلس السيادة أبد الفتاح البرهان وأيضا القبول من جانب قائد قوات الدعم السريع لهذه المبادرة وأنا أريد أن أشير لشيء مهم جدا رئيس سيلفاكير ما يرتم تفوضه من جانب الإيجاد وهذه منظومة الإيجاد نعلم جميعا أن رئيس الدورة الحالية هو السوداء ولكن عندما حدث هذه الأمليات الأسكرية استشعر منظومة الإيجاد القطر على أن لا تتسع هذه النزاع وتأخذ تدائيات أخرى وبالتالي كان هناك تكليد للرئيس الفكير ميادد أن يقوم به عملية الاتصال من أجل حسى الأطراف لوقت إطلاق النار وأيضا إعلان حدن لفتح مسارات إنسانية بالنسبة لل الذين تقطعت بهم السبل الجديد في هذه الاتصال هو يعني تفعيل مساعدة الحدن لمدة سبعة في أيام أن تكون هناك انتزام جاد من كل الأطراف وأن تمحد أيضا أن تكون هناك تسمية لمرشحين نستطيع أن أشير إليه هناك معلومات إيجابية وهو مهمة للغاية على أن هناك أسماء تم ترشيهها من جانب مجموعة الدعم الشريعي وأيضا من جانب القوات المسلحة تمحيدا على أن تكون هناك مشاورات وحديث بشكل مباشر تمحيد على أن تكون هناك يعني جدولة عملية التفاوض ثم المحادثات التي تفضي لتثبيت عملية وقت إطلاقا بشكل شامل في السودان وكامل وأيضا الدخول في إمكانية الشوار والمحادثات بالأجل الخروج إلى بناء العمام يعني السودان يخرج من هذه المعذة من أجل قلق عرضية تفاوضية يقول كل طرف رأيه وأن يكون هناك توافق في النهاية تفضي إلى عملية سلام تفضيل عملية تشكيل حكومة حتى يتم تصريف أعمال الدولة في السودان نحن نعي تماما أن الأطراف قد توافقوا وقد تعملوا على أن الحوار هو المرجعية نعم هناك خطوات تشير إلى أن هناك خروق للحدن ولكن نحن نقول أن الأطراف السودانية يعون تماما دور فخامة رئيس الجمهورية الفكير بياردي بأحملية العلاقة التاريخية التي تتمع بين السودان ومن أن السودان كان جزءا من السودان ولكن الأحملية بعد دخول جنوب السودان في عملية الوساطة وعن هذه الوساطة سيد ستيفن سوف نتحدث أكثر أرجو أن تبقى معي فقط أريد أن أشير إلى هذه العواجل وزير وكالة الأنباء السعودية تتحدث على أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي بلين كان يؤكدان هاتفيا على أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان والطرفان يتحدثان عن إرسال طرفي النزاع لممثلين له وفدين إلى جدة في المملكة العربية السعودية سيد ستيفن إلى أي مدى هذه أيضا الجهود التي تبذل من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة يمكن أن تكون عاملا مساعدا من أجل وقف إطلاق النار نعم أتفق معك في ذلك أي مبادرة تسعى إليه الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية وأيضا القليج أو المملكة العربية السعودية هي مبادرات مقدرة ومهمة للقايا لأنها تسعى لإحطاء الحرب في السودان نحن نقول أن القضايا الإسريقية لا بد أن تحل في الداخل الإسريحي ولكن هذا لا يمنع بكل تأكيد أن تكون للك دور دائم بالنسبة للمبادرات الأخرى الآن القطوة التي يقوم بالمبادرة العربية السعودية نحن ندعمها باعتبار أنها تسعى لوقف الاحتراق في السودان نعم نعم سيد ستيفن كنت تتحدث قبل قليل عن الاتصال وعن مبادرة جنوب السودان هل تتركز الجهود اليوم من أجل الهدنة الإنسانية أم من أجل وقف إطلاق نار دائم نحن نسأل أن تكون للك وقف إطلاق النار بشكل دائم حتى يترك هذا يعني حتى يستفيد المواطن السودان المخلوب على عمره أن يجد مسار عام أن يجد المساعدات الإنسانية تعلمين أن هذه العملية العسكرية التي دارت منذ اليوم الأول خلقت على أثارها الكثير من العزمات تحديدا بالنسبة للمرضى بالنسبة للأطفال بالنسبة للفئات المستضعة المتواجدة في السودان هي لا تستطيع أن تجد الإلاج لا تستطيع أن تجد المؤناء لا تستطيع أن تجد المساعدات الممكنة لذلك دعواتنا تتركز على أن تلعب الأمم المتحدة دورا فعالا في توفير الإمكانيات اللازمة من أجل مساعدة المواطنين أيضا لا بد أن تكون هناك ممرات إنسانية تعطي فيها الفرق الإمكانية والمنظمات الأممية من أجل تقديم المؤن من أجل تقديم المساعدات اللازمة بالنسبة للعوداء المواطنين الحكومة في السودان يتنثل في القوات المسلحة والدعم الشريع الآن عبر هذه القطوة يبدو واضحا إنهم قبلوا عملية وخف إطلاق النار وهذه الخطوة كما ذكرت هي من نتائج الاتصالات المتواصلة الذي يقوم بفخامة الرئيس للطرفين هناك علاقة قوية جدا تجمع بين الرئيس ورئيس مجلسيات ومحمد حمدان تقلو أنت تعلمين أن جنوب السودان استضاف عملية السلام سميت في السلام الذي جمع الحركات الكفاحة المسلح والحكومة السودانية نفج هذه الاتفاقية شكل حكومة انتقالية ضد الانتخابات شاء الأخبار التي تحدث هذه هناك نجاح من جانب المبادرة بعد جنوب السودان أنا أقول بأن المبادرة جنوب السودان الذي يقول بفخامة رئيس الجمهورية هي مكملة لبعض مع المبادرات المتحدة التي تخدم على الولايات المتحدة والمبلغة العربية السعودية هي مبادرات تصب في عملية السلام وفي سياق ما نقوله سيد ستيفن عن الجيش السوداني نعم في سياق ما نقوله هذا العاجل عن الجيش السوداني وفد من القوات المسلحة يتجه إلى جدة ضمن المبادرة السعودية الأمريكية لمناقشة الهدنة التي يتم تجديدها كل اثنتين وسبعين ساعة طيب سيد ستيفن كنت تتحدث كذلك أشرت إلى أنه الطرفين قد سميا أسماء بعينها لضمن البعثة من الوفدين إلى جنوب سودان هل يمكنك أن تطلعنا على هذه الأسماء التي رشحت بالطبع بالطبع هناك أسماء رشحت وبكل تأكيد يعني مدعين مثلا من جانب القوات المسلحة ضم أربع أعضاء أبرز هم اللواء فقيري واللواء محجوب والسفير عمر صديد للشغول الخارجية وأيضا من جانب الدعم السرير هناك معلومات تفيد أن هناك أربع أيضا أعضاء أبرز هم العميد عمر حمدان وفارس النور والرائي حمدان دوغل هناك أسماء تنشيوها بشكل واضح لكن هذه الخطوة نعتبرها خطوة معززة وقد تكون هناك تغيير في الأسواق ولكن هذا ليس المهم المهم أن تكون هناك إرادة حقيقية تضي إلى عملية وقف إطلاق المار أنتم لامستم هذه إرادة سيد ستيفن بكل الاتصالات التي تبذل هل لامستم أن هناك إرادة حقيقية من الطرفين من أجل وقف إطلاق النار أم هو فقط ربما موافقة كما يقال بأنها إعلامية توجه فقط إلى المجتمع الدولي هو المجتمع الدولي جنوب السودان فقامت الرئيس الفكير المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة كلهم يدعون بشكيات إلى حملية وقف إطلاق النار يدعون إلى أن تكون هناك حدنة تطمن لمسارات الإنسانية أن تكون متاهة بالنسبة للمدنيين هذه القطوات الوضع الذي يحدث في السودان يعيه كل الطرفين حتى القوات المسلحة يعيه مجموعة محمد حمد دولو أن هناك سعلا قطوات وهناك انتزام من جانبهم يتطلب أن تكون هناك وقف لإطلاق النار لأغراض الإنسانية بالنسبة للتفاوض أنا أقول أن القطوة هذه يسبقها عملية وقف إطلاق النار إن لم يكن هناك وقف إطلاق النار لا يمكننا أن نتحدث عن البحاد النار إن لم يكن هناك وقف إطلاق النار لا يمكننا أن نقول إن هناك وفوض تعدي لا يستطيع أن يعطي الولايات المتهدمة لا يستطيع أن يعطي المملكة العربية السعودية إلى القطو وما زال هناك عمليات لا بد أن تكون هناك وقت إطلاق النار حتى يعطي الوفوض وأنا أقول فقامت الرئيس الفاكر ميارفي ملتزماً التزام كامل طالما نالك وقف للأدايات وقف للعمليات العسكرية هو فقط ينتظر الضوء الأخضر حتى يذهب إلى الخرطوم من أجل أن يجلس مع إخوته من أجل أن يقدم الدور الذي ينوت به رئيسنا في جنوب السودان هتقدم الكثير بالنسبة لعمليات السلامة وهل الزيارة الآن واردة سيد ستيفن؟ وفي المنطقة الإقليمية هل الزيارة الآن إلى الخرطوم هي واردة ومرجحة بقوة في هذا الوقت؟ بالنسبة للرئيس الفاكر ميارفي قد أعلن استعداده بشكل جليل أن تكون هناك وقف لإطلاق النار تكون هناك احترام للحدن أن تكون هناك مسارات إنسانية الرئيس الفاكر قد ينتظر الضوء الأخضر من الطرفين في السودان يكون في مطار الخرطوم هنا تكون هناك فرصة لعملية الذهاب إلى الخرطوم قد أكد الرئيس ذلك لذلك نحن نقول أن الجانب المتعلق بمبادرة جنوب السودان هي طائمة وستظل دائما لعملية السلام في السودان وهي جاهزة أن تأتي إلى الخرطوم بحسب المؤشرات سيد ستيفن الذين تحاربوا في السودان سيد ستيفن نقول بحسب المؤشرات هل تعتقد بأن مبادرة جنوب السودان هي الأكثر ترجيحا الآن وأن ربما احتضان جنوب السودان لهذه المفاوضات هي الأكثر حظا؟ دعني أن أؤكد لك نعم جنوب السودان هي الأكثر حظا وهذا ليس لأننا نحتقر هذه المجام لدى جنوب السودان تجربة ناجهة قد استضاف الأطراف السودانية بالنسبة لنا دولة السودان هذه يعني دولة شقيقة يجمعنا بها علاقات تاريخية ولا علاقات ليس بالسحل أن نطرقها هكذا أيضا بمزل الرئيس الدمورية سيد فاكير مياركي يعي تماما يعني كل التفاصيل هذا ويستطيع أن يلعب دور فاصل لإعادة الأوضاء إلى طبيعتها لقنق عملية السلام والدليل هو أن هناما تم جمع نجموعة الكفاعة المسلعة مع الحكومة في جوبا تم التثمي هذه الانتفاقات بانتفاقات جوبا الذي يعني أنشأ عبرها حكومة انتقالية تفضل عملية انتقالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية نعم الحكومة في جنوب السودان لها القدرة أن تغلق عملية التوازن تعطي بعملية تحت سلام بتوافق أطلاء السودان هذه القطوة لا يجدان فيها يستطيع جنوب السودان الذي لعب هذه الدور بشكل جليل ولكن هذه القطوة يحتاج أيضا أن يلعب المنطقة الإقليلية وأمريكا والقليل أو المملكة العربية السعودية دورا ملموسا لوقف إطلاق النار في السودان نحن ندعم هنا ما الدور المأمول من هذه الأطراف سيد ستيفن سيد ستيفن هنا ما الدور المأمول من هذه الأطراف طبعا الغرب من هذه الخطوات والزيارات الماكوكية هو خلق عملية الاستغرار في السودان خلق حدن فعلي عاجئية تسمح أن تكون هناك يعني مساعدات إنسانية تصل للمتضررين خلق معابر إنسانية أيضا وقت إطلاق النار ما يحدث في السودان لا يستطيع أن يقبلها حتى الشعب السوداني لا يقبل عادي وغناف الجزيرة تشعر على ذلك لا يستطيع حتى الأطفال حتى النساء حتى كبار السن لا يقبلون أن تكون هناك أمليات متواجدة في السودان نحن نقول بأن القطوة اللازمة والمفروضة على أبناء السودان هو أن يضع السلاح أرضا وأن يدخل إلى طاولة الهواء معروف أنك شعب السوداني أصيل قبل الاستغلال وحتى الآن إننا إذا اختلفنا نجمس أرضا ونترك السلاح ونتحاور ونتطاوض ونقبت بالفلاد إلى بر الأمان هذه الخطوة موجودة للشعب السوداني الشعب السوداني الأصيل لا يقبل أن يحتل لا يقبل أن يحان لا يقبل أن يشرد لذلك نحن مع الدعوات التي تدعم عملية وقف إطلاق النار ونحن نشكر الطرفين الذين استطاعا أن يعمنا على وقف إطلاق النار والالتزام بالعدل من أجل يعني خلق مسار للمحادثات تقلق عملية استغرار السياس حتى وأنه كان هذه الاستغرار استغرار نسب وضع الآن لا يستقبل أي شكل من الأشكال يعني استخدام لغة السلاح نحن نريد تفاوض جنوب السودان يريد أن يلعب دورا من أجل خط هذه وطيرة الأزمة الذي يدور الآن في الساحة نحن نريد ضبط النفس نريد وإطلاق النار في الخرطوم نحن نريد أن تكون هناك السلام شامل في السودان وهذه الخطة الذي يقوم به الخرطوم يقوم به رئيس جنوب السودان يتوافق تماما بما يقوم به المملكة العربية السعودية بما يقوم به الولايات المتحدة هي ذات الخطوات التي تدعم عملية وقف إطلاق النار وإهداة الفرصة للشواء سيد ستيفن برأيك ونحن نتحدث عن مبادرات لوقف إطلاق النار هل من المبكر الحديث عن ضمانات خاصة أنك تعلم جيدا أن الأطراف نجحت في هدنة إنسانية لكنها لم تنجح في فرض احترام هذه الهدنة من قبل الطرفين نعم تعلمين أختي العزيزة أن أي خلاف عسكري أو أي صراع عسكري قد تكون هناك عملية لفرض النفوس أو لخلق عملية يعني ثاني حد يتطلب من الأطراف أن يتحلوا بهذه الصبر وأن يتقبلوا بوقف إطلاق النار ونحن نشكر حقيقة الدعوات التي تطالب بهذه هذه القطوات الضغطة لوقف إطلاق النار هي ذات القطوات التي يطالب بها تحكومة جنوب السودان الرئيس الفكير ما يردد عبر اتصالاتها عبر اتصالاته يتصل بكل من القائدين من أجل حسهم لوقف إطلاق النار من أجل أن ينتزم بالحبنة من أجل فتح مسارات إنسانية أيضا من أجل خلق مسار تتعلق بعملية التفاوض للسلام بالنسبة لما خرر التفاوض الرئيس الفكير يقول هذه المتلوب للأطراف أيضا يستطيعون أن يأتي إلى جبا ويتفاوضوا من أجل الوصول للسلام أيضا يستطيعون أن يذهبوا إلى المملكة العربية ويستطيعون أن يذهبوا حتى إلى الولايات المتحدة طالما هذا يأتي بالسلام إلى دولة وشعب السودان نحن ما نريده فقط على أن تكون هناك إيقاف لصوت البندقية لابد أن تكون هناك احترام لهذا المواطن المواطن العظيم الشعب السوداني شعب عظيم يستحق أن يعيش في سلام وأمان يستحق الاستقرار نحن لابد أن نضغط من أجل استقرار السودان لذلك دعواتنا تتستمر من أجل بغطة الإخوة للقبول للقبول بالسلام للقبول بوقف إطلاق النار إطلاق الفرصة لشعب السودان هذا الشعب العظيم لابد أن يجد هذه الفرصة الفعلية الذي يعطيه المجال من أجل أن ينطلق معروف السودان بتاريخه وإنت تعلمين السودان هذه لا يحتاج أن نتحدث عنه كثير لأنه تاريخ تاريخ البشرية السودان هذه لابد أن يخضر من شعبها لذلك دعواتنا ستظل مستمر دعوات الشعوب الحرة ستظل مستمر لذلك دعوة رئيس البمهورية سيظل مستمر للقبول من أجل حصهم لوقف إطلاق النار والدخول في عملية التحديات الشاملة للسودان وخلق مسار تفاوضي يعني حكومة تلدي رخبات شعب السودان سيد ستيفن بحسب كل المؤشرات والمعطيات التي رشحت حتى اللحظة والتي أنت على الطلاع عليها سواء كان من مضمون المبادرات أو سواء كان من مضمون الردود الفعل من الطرفين هل أنتم على قناعة بأن نهاية الصراع سوف تكون قريبة أنا أؤكد لك نعم النهاية للصراع قريبة وقريبة جدا نحن نشهد الآن تطورات على الأرض وهي قبول عملية وقف إطلاق النار هي قبول عملية الحدنة هي قبول المبادرات جنوب السودان الإقليمية منظومة الإيقاث الولايات المتهدة المملكة العربية السعودية كل هذه التطوات التي تحدث الآن في أهمية وقت إطلاق النهاية حامية قنق حدنة فعلية حقيقية لا تقرأ نحن نريد استقرار لهذه البلاد لذلك كل المنطقة كل الإقليم منظومة الإيقاث الرئيس الفكر المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة يسعون من أجل تطميم هذه الملفة المتعلق بوقف إطلاق المار نحن استطيع أن أقول لك أن هذه الأزمة ستقيف ستكون هناك مساحة كافية للشعب السوداني أن يجبسوا أن يتحاور ويقرج بمتائج إيجابية تنجي السودان من هذه المعذر الصعب نحن نؤمن تماما أن الوضع في السودان وضع سيء ولكن شعبها الحكومة مدنسل في المجلس السياد مدنسل في المجموعة الدعم السير يستطيعون أن ينصعوا لسوط العقل وأن يتركوا البندخية ويدخلوا في عملية السلام والمفاوضات نعم يستطيع أن نخرج من هذه العزمة بإرادة شعبها بإرادة شعب السودان في ظل ربما تنافس واحتدام المبادرات وبالطبع كلها هدفها واحد هو تأمين الاستقرار والسلام في السودان ووقف إطلاق النار هل أنتم تأملون أن يكون الحل داخل القرار الأفريقية كأفريقيا نحن دوما نقول أي خلاف داخل أفريقيا لا بد أن تحل البيت الأفريقي لكن الدعوة لما نتحدث عن السلام فالسلام هذا يتحدث به الولايات المتحدة يتحدث به المملكة العربية السعودية يتحدث به بصين لذلك الدعوات كلها تصبح عملية السلام وهذا السلام لا يعرف الحدود نحن ندعم كل الذين يقدمون هذه المبادرات ولكن ما نقول بأن منذ بداية هذه الأزمة قد بادر فقامة الرئيس الفاكر مياردي باتصالات منذ بداية هذه الأزمة وقد تشاهدين معا إن هناك حدن حدن هذه لا تصفت كثيرا ولكن كانت هناك مبادرات والرئيس الفاكر لم يأس على الإطلاق بشكل مستمر وباتصالات مستمرة مع رئيس مجلس السيادة ومع قائد قوات الدعم السريع حتى ولو قاب أحد يعود إليه مرة أخرى ويحسه وكان هناك ردود بل الارتزام لذلك نحن نعي تماما إن هذه المبادرات تجد الإمكان الكافي من أجل تنفيذ مسارة وقت ما أخذنا بشكل شعلي هل لديكم معطيات محددة لكنها تنافس شريط من أجل السلام في السودان سيد ستيفن هل لديكم معطيات محددة حول المدة أو حول متى يمكن أن يرسل الطرفان وفديهما إلى جنوب السودان أولا فيما يتعلق بمكان التفاوض أو المحادثات بالنسبة للرئيس الفاكير تركه للأطراف تركه للطرفين أن يحددوا أيا كان بالمكان الذي يريدون الوكوس فيه أما بالنسبة لأعتقد أن الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تخرج من هذه المعضلة بحوار سوداني سوداني هو جنوب السودان جنوب السودان هذه يعني بالنسبة للرئيس الفاكير رئيس الفاكير له التزام أخلاقي هذه يعني واحدة من التزامات هو أن يكون هنالك سلام في السودان وفي المنطقة اثنين جنوب السودان نجح عبر وساطة الرئيس الفاكير أن يخلق عملية السلام في السودان وأنت تعرفين هنالك مفاوضات استمرت منذ عام 2018 أو أكثر استمرت بين الأطراف السودانية شملت الحركات المسلعة شملت الحكومة الانتقالية في السودان نتج هذه المباحثات والمفاوضات اتفاقية تلام جوبة الذي شكل عبرها حكومة انتقالية هذه الحكومة يعني كان عبرها أن تكون هناك فترة انتقالية شاء الأخبار أن تحدث ما حدث الآن في السودان أيضا من ذات الموقف الرئيس الفاكير وبموقفه الأخلاقي وبحكمته استطاع أن يقدم مبادرته للطرفين وهذا تم قبول هذه المبادرة سيد ستيفن تم قبول هذه المبادرة من الطرفين وتحدثت حتى عن أسماء بعينها أنها رشحت من قبل الطرفين لكن كنت أسألك عن الوقت هل هناك مدة زمنية محددة هل هناك وقت محدد للتوجه إلى جنوب السودان لهذه المفاوضات نعم المدة طبعا يتطلب على أن تكون هلالك يعني أولا نضمن عملية وقف لإطلاق النار مسألة فالمدة هذه هي من أوليات الحكومة لا تكون هناك استطالة لمدة الحرب نحن لا نقبل أن تكون هناك يعني إطالة للحرب في السودان لا بد تكون هناك وقف لعملية إطلاق النار لذلك الخطوة الأولى هو إجراء تنفيذ العدنة إتاحة الفرصة لعملية التفاوض إتاحة الفرصة للمحادثات المباشرة والخير مباشرة لذلك نحن نقول بأن هذه الخطوات تحتاج لضمانات سئرية لا يمكن أن تكون هناك وساطة على الأرض وهنالك حرب أيضا على الأرض لا بد تكون هناك وقف لإطلاق النار مسألة المدة هذه وأنا سطيع أن أؤكد لك بأن الشعب السوداني جنوبا وشمالا هما يعقون تماما مسألة السلام مسألة الاستقرار لذلك واحدة من التجارب الذي مرت بها السودان هو حرب الجنوب الذي استمر منذ الخمسينات والذي تم مهلها بالعوار ونزج أنها مفاوضات مسألة الدمن هذه هي الأولوية الآن الأولوية أن نقبل بوصف إطلاق النار في السودان أن نقب يعني الرئيس الفاكير ما ياردي يسعى مع كل من برحان ومحمد حمدان دوغلو من أجل وصف إطلاق النار من أجل أن تكون هناك حدن إنسانية ونجد هذه القبول موجود رغم إن هناك خروقات إلا إن الرئيس الفاكير لا يأس هناك اتصارات مستمرة ما زال مستمرة حتى هذا اليوم لذلك نحن نشهد الآن قبول يختلف من الأيام السابقة هناك قبول بوقت العديات إن يكون هناك حدنة أيضا هناك قبول لترشيح أسماء المرشعين للمحادثات الممثلة الطرفية إذن هناك تطور في الميدان لطلق عملية وقت إطباق نار سامل وإتاحة الفرصة لعملية مفاوضات ناجهات ستكون هي البديل الفعل لخلق عملية سلام وإستقرار في السودان نعم سيد سيفن نقور شكرا جزيلا لك وأنت عضو برلمان في جنوب السودان شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة قال قائد الدعم السريع في السودان محمد حمدان أحمدت بأنه بحث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري الأزمة الراهنة في السودان وقال حمدت في بيان إنه طلق اتصالا هاتفيا من شكري ناقشا خلاله الوضع في السودان والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة فضلا عن المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرغمية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار وذكر البيان أن وزير الخارجية المصري أعرب عن استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات للسودان في الظروف الحالية ترجمة نانسي قنقر